من مسلمات الديمقراطية عندنا الانتقال والتحول ومن ثم الديمقراطية هذه هي الجديات علم السياسي والتحول الديمقراطي إلى عناصره هذه العناصر وفرها الدستور العراقي بصراحة قولها رغم كل الملاحظات والمؤشرات الدستور العراقي إلا أن الدستور كفل هذه القطايا فعلا ضمن مسألة التحول الديمقراطي فمن ضمن التحول الديمقراطي اللي هي التعددية الحزبية وحرية التعبير وحرية الإعلام والرأي والتظاهر وإلى آخره ضمنها إليه الدستور وإحنا مؤمنين بها إشارة زميلتين مسألة الفوضى إحنا مشكلتنا أنه بيئتنا العراقية بالذات الفوضى العارمة التي عاشتها على مدى الحكومات المتعاقبة من الاحتلال البريطاني إلى الجمهورية العراقية الملكية ومن ثم النظام الجمهوري وكذا وهذه الأمور إلى النظام الجمهوري ومن ثم 2003 لم نعش تجربة الديمقراطية بشكل حقيقي لحظة إلى 2003 لحظة لما إجا هذا التغيير وهذا الانفتاح فهمنا كثير من الأشياء بشكل قد يكون مغلوط أو بشكل فوضوي والسبب في ذلك من اللي فهمها الشارع أو السياسي كلها الطرفين لأن السياسي أيضا مصلحته الشعب يدرك كل شيء إدراك المواطن لما له وما عليه أيضا مشكلة بالنسبة للسياسي مسألة التوعية بمفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطية أيضا انتكاسة للسياسي لأن متى متى أدرج المواطن الإراقي ما له وما عليه سيكون السياسي هنا محل استفهام ومحاسبة كبيرة وهذا ما شاهدناه بتظاهرات تشهرين الفين وتسعة عش نعم